اشتركوا في القناة السيدة الرئيسة مريم رجوي الخير والتحية مني كبرلمان مصري تحية يملأها الخير والمحبة وتحية من مصر وهي تصنع أزهى عصور الديمقراطية التي يصنعها شباب يحلم بالرقي والحضارة فآثر على تحقيق حلمه وأهدافه بالإصرار والعزيمة والتضحية يعترف الخالق سبحانه وتعالى بمخلوقه الذي لا يعبده ويعطيه الحق في الحياة ومشاركة من يعبدونه فكيف لمخلوق ألا يعترف بمخلوق مثله كونه مختلفاً معه في معطنك فكري أو معتقد ديني وإذا ما صلتنا الأضواء على منطقتنا بالنسبة للدول العربية والإسلامية سنرى وبوضوح أن الفكرة المتطرف والجمود العقائدي الذي كان موجوداً منذ فترة طويلة في هذه البلدان وكان عبارةً عن فكرٍ بين مجموعات صغيرة وكان يُبث فكراً مشوهاً ومغالطاً فيه عن الإسلام قد تحول الآن إلى أنظمة ديكتاتورية حاكمة في أغلب هذه البلدان وهنا مكمن الخطر على شعوب هذه الدول بل وعلى الإسلام ذاته إنما أصاره نظام خامني ونظام ولاية الفقيه كان له آثراً سيئاً في تشويه القيم الأصيلة في الدين الإسلامي الحنيف فأصبح التطرف والقتل والإبادة والقمع والإرهاب الذي تُرتكب من حكومة الملالي الذي يلبس عباءة الإسلام وهو بعيداً كل البعد عن تعاليم الدين الإسلامي الحنيف السمح والعدل والذي يأمر بالإحسان وإقامة الموازين القصد بين الناس ولكن ما يصرنا نحن المسلمون هو أن هناك في إيران طيارٌ أصيل وله امتداد شعبي قوي يفضح هذا النظام ويظهره بوجهه القبيح لكل العالم ويدفع من أجل ذلك السمن الغالي من خيرة شبابه شهداء بعشرات الألاف وهم أفراد منظمة مجاهدي خلق بزعامة السيدة مريم رجوي ولا يفوتني شكراً ولا يفوتني أن أبعث من هنا ببرقية تهنئة بمناسبة شهر رمضان الكريم إلى الإخوة سكان أشرف وليبيرتي داعين جميع الحضور في العمل بأقصى جهد على تأمينهم والتصدي لكل اعتداء يقع عليهم وبؤرة اهتمامي سوريا البلد العربي الإسلامي الشقيق الذي كان يوماً ما يحكمه هو والشعب المصري دستوراً واحداً سنة أربع وخمسين والذي يعاني الآن جراحاً ارتكبها وماذال رئيساً تفوق على فرعون وهامان رسالةً إلى كل من يساعده من دول ألا تتدخلوا في الشأن السوري ومقدراته ودعوا هذا الشعب يطهر نفسه بنفسه فهو قادر على استكمال صورته ونجحها وأقول لشباب الشعب السوري اصبروا ورابطوا فأنتم الأعلون وأخيراً وليس آخراً أشكر السيدة مريم رجوي لدعوتها لحضور هذا الاجتماع والسلام عليكم ورحمة الله